موسيقى ساعات وتنطلق واحدة من اهم مباريات العام او بمعنى اضاق اهم مباراة هذا العام العالم يترقم مواجهة الابطال بين ريال مادريد ومانشستر سيتي كبير القارة الاوروبية ريال مادريد على موعد مع كبير كرة القدم في الوقت الحالي مانشستر سيتي مواجهة محفوفة بالمخاطر لريال مادريد الفائز مؤخرا بكأس مالك اسبانيا بخط دفاع يعاني امام هالند واد بروين الريال سيلعب بشخصيته وتاريخه وطبعا بمينديما وبنيسيوس ومودريدش والاخرين والسيتي بمجموعة عظيمة من اللاعبين مواجهة بين انشلوتي عاشق البطولات الاوروبية وجوارديولا عبقر العصر اموما احنا مستنيين المتعة القروية واكيد المتعة مضموعة موسيقى يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مواجهة حلوة المواجهات اللي احنا بنستنها في كرة القدم العالمية الاوروبية تحديدا ريال مديد ومانشستر سيتي غدا بتوقية القاهرة في العشرة مساء في ملعب سنتيجو برنبي ومباراة الزهاب في نصف نهائي دولي ابطال اوروبا مواجهة منتظرة هي دي اللي بيتقال عليها مواجهة منتظرة حقيقي يعني مواجهة خطيرة مواجهة خطيرة وكبيرة وصعبة ومعقدة للغاية للغاية ليه نحن نتحدث عن ريال مدريد اكثر منفازة بهذه البطولة كبير القارة الاوروبية الفريق الذي يقترن اسمه دائما بفكرة الشخصية المدريد بيلعب بشخصيته المدريد بيلعب بتاريخه المدريد بيلعب باسمه الكبير وطبعا بقاله انشلوت المدير الفني المتمرس في دوري ابطال اوروبا وبنزيمة ومدريتش ومنيسيوس وكروس وشواميني وكربخال كاربخال وإن كان كاربخال يعني السنة دي على قده شويتين ورودريجو وباقي اللاعبين طبعا وأولهم تيبو كورتوة حارس المرمى ده ريال مدريد نحة تانية الغول اللي معاه غول منشستر سيتي الفريق اللي زي بيقوله كده ايه بيأكل لغدر واليابس أي حد قدامه بيأكله الفريق اللي قريب جدا من الفوز بالدورة الانجليزي مع منافسة صعبة جدا مع أرسنان متصدر الفريق اللي عنده الغول اللي جهلند أحسن مهاجم في العالم أو بمعنى أدق أحسن كائن فضائي في العالم دلوقتي وانا احن نرتاح من كائن فضائي اللي هو ليونين ميسي وخلاص الوقت بيجري معاه شوية وخلاص وقرب يعتزل كرة القدم تلع لنا كائن فضائي آخر هو هلند مش طبيعة جماعة مع هلند بقى في دي بروين في برناندو سيلفا في رياض محرز في فهدن في جريليش في رودري في جندجان في طبعا إيدرس في حراس المرمى وقدامه دياز وقدامه لابورت وقدامه لعيبة كبيرة وعظيمة كل المراكز مليانة والأهم إن في مدير فني عبقري بيب جوارديولا الميزة في بيب جوارديولا الموسم ده إنه تحسوا في المباريات الكبيرة اللي لعبها في دورة أبطال أوروبا أو في الدول الإنجليزي بطل بطل التجويد اللي بيسموها في العالم الأوفر كوتشنج ما بيبالغش ما بيجوتش مباريات كبيرة بيلعب على الأد بقى يعرف يدافع كان دايما يولام على بيب جوارديولا إنه بيهاجم حلو جدا ومرعب في الهجوم بس الدفاع دايما فيه صغارات دلوقتي منشستر سيتي بيعرف يدافع بيب جوارديولا ما بيجوتش في الهجوم فيه دي براين وفيه هالند فالفريق فعلا بقى مرعب بقى مرعب ولو بصينا على المنطق فالسيتي يكسب ريال مدريد بصراحة يعني بقول كده على مضد يعني بس السيتي يكسب ريال مدريد بس دايما الرهان زي سالة فاتت كده دايما الرهان على ريال مدريد فقوة الشخصية والتاريخ والاسم الكبير وطبعا نجومه الكبيرة العظيمة ومدربه الرائعة قال له أنشلوتي عشان كده في كل الأحوال احنا هنشوف مواجهة حلوة مواجهة ممتعة حاجة تحل العين حاجة تحل العين طيب قائمة ريال مدريد في هذه المواجهة فيها ميليتاو والحمد لله بره هذه القائمة عشان ميليتاو عمل كوارث كتير قوي الفترة اللي فاتت بسبب الايقاف فالقائمة كالتالي في حراسة المرمة تيبو كورتوة وأندريا لونين ولويس لوبيز وفي الدفاع دانيك البخالي اللي عام الموسم مش حلوه خالص وديفيد ألابة خيسوس فييخو وناتشو فرنانديز وألفارو أودريازولا ولوكاس فازكيز وأنطونيو روديجر ده خط الدفاع في خط الوسط الرعب بقى توني كروس ولوكا مودريتش وكابافينجا بالفيردي وتشواميني وتاني سيبايوس وفي الهجوم الراجل التاريخي يعني مجرد تاريخي الاسم بس إيدن هزار مع كريم بنزيمة وأسينسو وفينيسيوس ورودريجو ومريانو دياز ده خط هجوم ريال مدريد دي قائمة ريال مدريد بشكل عام حلوة قائمة مليانة مفاش يعني حد مؤثر غايب غير ميليتاو وإن كان يعني ميليتاو غيابه راحة لريال مدريد طيب حراسة مرمى السيتي أو قائمة السيتي في الحراسة إيدرسون وستيفن أورتيجا واسكون كارسون وفي الدفاع كاي هوكر وروبن دياز وستونز ولمبورت مع جوميز وأكانجي وريكو لويس وطبعا الوحيد اللي غايب في خط الدفاع إيكي وفي الآخر يعني إيكي مهم جدا عشان بيلعبوا ليفت باك بس برضو مش هيقصر فيش أي لعب في السيتي يغيب يقصر إلا هالند أو ديبروين يعني في الوسط كالفين فيليبس وكوندجان وجريليش ورودري مع كيفين ديبروين وبرناندو سيلفا وفي الهجوم نشوف الراب هالند وألفارس ورياض محرز وفي الفوتين وكل بارمر دول خط الهجوم أو قائمة السيتي كمان بالكامل صعب أه يا جماعة صعب تعالوا نشوف تاريخ مواجهات السيتي وريال مدريد يالله بينا طبعا فاكرين طبعا التفوق الكبير لريال مدريد دي الموسم الماضي هم لعبوا عشر مباريات فاز ريال مدريد فاربعة وفاز السيتي فاربعة تعادل الفريقين في مباراتين هدفين ريال مدريد وهدفين منشستر سيتي يالله بينا ده الموسم ده يعني النسخة الحالية في دورة أبطال أوروبا بص الراكم يا جماعة هدف منشستر سيتي مين هالند عنده كم هدف في دورة الأبطال السادي اتناشر بعدين ريال محرس بكتير بعيد يعني تلات أهداف وقال فاربز هدفين بص بقى هدف ريال مدريد عنده كم طيب الغلبان اللعيب الجامد بس هو يعني بالنسبة لهالند ستة هدف يعني نص أهداف هالند رودريجو جايب خمس أهداف وكريم بن زيمة أربع أهداف خبالك بص السوريسي الهجومي في ريال مدريد ستة خمسة كريم بن زيمة لو اعتبرنا ان ستة وخمسة بنسيوس ورودريجو ستة وخمسة أحداشر فهما أقل برضو الاتنين من هلن الواحد يعني وكي يجي كريم بن زيمة بأربع أهداف ودي أرقام الستي في دور الأبطال هذا الموسم لعب عشر مطشاط فاز في ستة تعادل في أربعة سجل ستة وعشرين هدف واستقبل أربع أهداف فقط وده اللي كنت بقولك عنه قوة الدفاع الستي واضحة جدا طيب بص بقى الريال لعب عشرة تعادل فاز في ثمانية تعادل في مباراة خسر في مباراة سجل خمسة وعشرين واستقبل ثمان أهداف مباراة حلوة مباراة حلوة طيب نروح لي قال له أنشلوتي قال له أنشلوتي قبل مباراة السيتي قال إحنا خطتنا بكرة هي اللعب مباراة كاملة وتقديم أفضل ما لدينا على المستوى البدني والتقني والتحفيزي وإن المباراة مش هتكون حاسمة المباراة الحاسمة هتكون مباراة الاياب لكن عايزين ناخد الأفضلية في مباراة الزهاب على ملعمنا قال كمان ردا على السؤال حول كيفية إقاف الغول هالند قال هو خطير جدا وعنده جودة مبهرة في تسجيل الأهداف والحديث عن هالند يعني عدم الحديث عن فريق بالكامل يهاجم وردها أفكار وإحنا لن نقدم مباراة فقط لإقاف هالند ولكن لإقاف فريق يبدو أنه غير قابل للإقاف ولكن أعتقد عندنا بعض الخيارات ونقدر نكسب هذه المواجهة قال كمان إحنا بنصل هنا اليوم على مستوى نصف نهاية دورة أبطار ونحن في نفس مستوى الموسم الماضي ومن الصعب تحديد المستوى البدري ولكن ما نعتمد عليه هو الحافظ اللي عندنا وإن تتويج بكأس مالك إسبانيا سيشكل دافع إضافي للفريق قبل مواجهة السيتي قال إن السيتي فريق كامل وفي الموسم الماضي كان عندهم مهاجم خطير جدا هو جابريل جيسوس ولكن مختلف تماما عن هلن ودلوقتي الأفضلية في المباريات الطويلة وكان عندهم الأفضلية في الكثير من المباريات وده مش هيعني أبدا تغيير طريقة لعبهم لأنهم كانوا دايما فريق منظم دفاعين ويلعب كرة قدم جيدة قال إحنا لو قدرنا ندافع بشكل جيد فالتعادل هيكون أسوأ نتيجة ولكن ده مش معناه إن احنا مش هنهاجم وقال خلونا ننسى إننا استقبلنا خمس أهداف من منشستر سيتي في الموسم الماضي ولكن سجلنا ستة وأنا عايز التوقيع أو عايز اللي يحصل هذا الموسم يكون نفس الأمر اللي حصل للموسم الماضي طيب توني كروس واحد من أهم العيبي وسط الملعب في العالم كله قال حول سؤال حول مفاتيح الفوز مفاتيح الفوز ريال مديد قال إن احنا لازم نلعب بشكل جيد ونسجل أهداف وإنه يكون عندنا جودة في الدفاع قدام فريق بيسجل ثلاث أو أربع أهداف كل مباراة وإن احنا لعبنا كتير من المباريات الصعبة اللي زي دي وهو واسق كلام على لسان توني كروس إنه خبرات الفريق تقدر تسايل الأمور بشكل جيد قال إن الموسم الحالي مشابه للماضي ومحدش كان متوقع إن احنا نفوز ونفعلها في النهاية ونقدر نعمل ده أو نقرره في الموسم الحالي وقال إن فريق بيب جورديولا دايما أو فرق بيب جورديولا بشكل عام دايما بتلعب كرة خاصة جدا ودايما عندهم تحسين كبير جدا في الأداء وإحنا نقدر نواجههم وتحدث عن هالند وقال إن هالند لعب مختلف تماما نسجل حتى الآن 51 هدف هذا الموسم ونتوقع مواجهة فريق قوة جدا بشكل عام مش فقط هالند طيب برناندو سيلفا بقى النحل تانية لعب وسط السيتي قال إن احنا جدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد على كافة المستويات ولكن احنا ما بنخافش من ريال مدريد وما عندناش أي قلق من هذا الفريق وقال إن احنا لي نخاف منهم احنا هنحاول نبقى على أفضل مستوى في هذه المواجهة وإحنا فعلا قدمنا آخر شهرين أداء جيد جدا وهنقدر نخش المباراة دي بسكة ونفوز عليهم قال كمان إن احنا عارفين إن هم هقاول فوز علينا في الموسم الماضي وكذبوا البطولة في النهاية لكن الأمر ده ملوش علاقة بالشعار على القميس لكن باللعبين اللي قدموا مستوى كبير على أرض الملحب دي التصرحات مقابل هذه المواجهة طيب في المناسبة بيب جورديولا أشاد أيضا بالريال مدريد كفريب الكامل لما سألوه على بينيسيوس جونيور قال لهم بينيسيوس لعب مهم جدا بس مش هو الريال مدريد كله الريال مدريد كله كمنظومة فريقات جدا وتحدث بشكل رائع جدا أيضا عن كلو أنشلوتي وتحدث أنه مدرب كبير وعظيم ده بالنسبة للريال مدريد والسيتي ودوري أبطال أوروبا نيجي بقى عندنا هنا كأس مصر إن بالنهاردة فاز على لبينيا 3-0 أحمد أمين أوفا سجي الهدف الأول في الديئة 45 وأحمد العجوز سجي الهدف الثاني في الديئة 70 ثم أضاف إبراهيم جلال الهدف الثالث والأخير في الديئة التانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والأهداف أمام حضراتك نخط بالك إن حتى هذه اللحظة لها مفاجئات في كأس مصر أندية الصف الأول تفوز على أندية الصف الثاني آه كان فيه محاولات في النهاية لا مفاجئات زي موقع حضراتكم فريق شبان إنا النهاردة عمل مباراة محترمة أمام فريق البنك الأهلي وخسر قدامه فقط 3-2 شاب شبان إنا كان تقدم عن طريق عبد الرحمن أحمد في الديئة 30 وتصورنا أن شبان إنا ممكن يعمل مفاجئة النهاردة ولكن موسى ديوارة عدل نتيجة للبنك الأهلي في الديئة 3 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع فيه الشوت الأول ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للبنك الأهلي أو أضاف البنك الأهلي الهدف الثاني في الديئة 55 هدف لحمد صابر بالخطأ في مرمى عشان يبقى البنك الأهلي متقدم 2-1 ويضيف محمود قعود الهدف الثالث للبنك الأهلي في الديئة 59 تصورنا المباراة نتاعد عن ديازة الحد ولكن عبدالله هاشم قرر يخلي البدائق الأخيرة موسيرة جدا وسجل هدف الثاني لشبان هنا في الديئة 87 ولكن المباراة في الآخر انتهت بفوز البنك الأهلي 3-2 المقرور العرب كان مباراة سهلة بالنسبة له فاز النهاردة على الحمام 4-0 جون أكلي سجل هدف الأول في الديئة 20 وبعد كده أضافه عمر فتحي الهدف الثاني في الديئة 40 وأضاف الهدف الثالث الحبيب أحمد حسن نجل السقر أحمد حسن في الديئة 87 وأخيرا محمد سالم سجل الهدف الرابع المقرورين في الديئة 91 بالمناسبة أعيسجهم الهدف الثالث تشوفوه للمقرورين ركزوا معاه اللي سجله الحبيب أحمد حسن على طريقة أحمد حسن على طريقة أحمد حسن نفس الطريقة نفس التصويبات الخادعة الغريبة أهو هو ده هو ده ده هدف الحبيب أحمد حسن نجل الكابتن أحمد حسن شكله طريقته وإن شاء الله يبقى نفسي مستقبله بإذن الله في القرية القدم يعني مستقبل كبير يعني كان طبعا لسه أرى أحمد حسن ده الهدف الأخير اللي سجلوا سالم وانها على المباراة بهذه النتيجة ربعية نظر أيضا النهاردة بترول أسود فاجئ المصري بهدف مبكر ولكن المصري رد بسلاسة أهداف مرات صبري سجل الهدف الأول بترول أسود في ديئة ثلاثة وبعد كده إسلام عطيت عادة للمصري في ديئة أربعة وثلاثين وأضاف رجب عمران الهدف الثاني للمصري في ديئة ثمانية وتلاثين نفس اللاعب رجب عمران أضاف الهدف الثالث في ديئة ثمانية وتمانين عشان ينجو المصري بجهازه الفني الجديد من هزيمة أو من مفاجأة أمام بترول أسود في كأس مصر طيب ونحن نتحدث عن أوروبا ونتحدث عن الشأن المحلي أفريقيا وبطول الدوري أبطال أفريقيا مباراة نصف النهاية مباراة تجمع الأهلي والتراجي ومباراة أخرى صعبة جدا على الوداد تجمعه بفريق سان داونز الوداد غير مدربه في وقت صعب جدا في الموسم هو يعني هو ينافس على الدوري المغربي قبل خمس مباريات فرق نقطة واحدة مع المتصدر الجيش الملكي وفي البطول الأفريقية هو في النصف النهاية دوري أبطال أفريقيا رحل جريده من تدريب الوداد وتولى بدلا من نصفين فاندن بروك المدير الفني لفريق الوداد الجديد دا المدير الفني اللي اشتغل قبل كده مع سينبا واشتغل مع أبها كان مدير فني لمنتخب الزنبي كان مساعد لمنتخب الكاميروني منتخب الكاميروني الفائز بكأس لهم الأفريقية 2017 أمامنا في المباراة النهاية أمام منتخب مصر هو مدرب كبير ورائع جدا لأول مرة أول ظهور ليه بعد تعيينه مديرا فنيا لفريق الوداد المغربي معنا الآن في برنامج رقم عشرة يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنوارنا عبر التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة صباح الخير على الجميع سعيد جدا بك وني معكم الآن بالتأجيد بداية أهنيك على تولي مهمة فريق كبير زي الوداد المغربي ولكن أيضا يعني أشفق عليك توقيت في منتهى الصعوبة ومنافسات في منتهى الصعوبة سواء على لقب الدولي المغربي أو في البطولة الأفريقية في وقت حساس جدا هذا صحيح يجب أن نعترف بذلك بالتأكيد الأمر صعب توليك المهمة في هذا التوقيت ما خلاكش تفكر أكتر من مرة هل تستطيع النجاح مع الوداد في هذه الظروف خاصة أنه لو يعني لم توفق في دولة أطار الأفريقية أو توفق في الدولة المغربي قد يعني يقطع العلاقة مبكرا بينك وبين جماهيل الوداد مفكرتش أكتر من مرة بعض الأفريق بعض الأفريق نحن نحن محن نحن أحيانا لا لذلك مواجهة في منطقة الصعوبة قادمة أمام فريق سانداونز في دورة أبطال أفريقيا سانداونز يقدم أفضل أداء بين كل الفرق في هذه البطولة هذا الموسم كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة أرى أنه الفريق الأفضل في أفريقيا هذا الموسم في دورة أبطال أفريقيا فاز في ستة مباريات وحققت عوضلين فقط إذن هو فريق قوي جدا ففاز على الأهل منذ أربع وخمس سنوات بخمسة أهداف وعاد وكرر هذا الانتصار بالخمسة أيضا فريق قوي جدا تكنيا وبدنيا له أسلوب لعب مميز جدا ومن الصعبة الدفاع أمامهم استجلوا في كل المباريات في دورة الأبطال الأفريقي إذن ستكون مباراة صعبة جدا وأفكر كل ما أفكر فيها الآن هو الإعداد خطة دفاعية وتمركس لعبية بشكل جيد في المباراة ولكن في كل الأحوال الفريقان لديهما الفرصة في التأهل نعم سانداونز له الحظوظ الأكبر على الورق ولكن في النهاية هي كرة قدم وكل فريق لديه الفرصة في لقى الوصول للمباراة النهائية وإن كانوا هم يتميزون بأداءهم الأفضل فنية تحدثت أن الدفاع أمام فريق سانداونز هتبقى مهمة شقة لفريق الوداد هل ده معناه أنك ستهاجم أكثر في مباراة الزهاب والعودة أم أيضا سترتكن لي الدفاع أمام سانداونز بشكل كبير لقد وصلت إلى تدريب الوداد منذ ثلاثة أيام فقط كل ما أعقف عليه الآن هو الإعداد بشكل جيد في المباراة ودراسة الخصف لوضع الاستراتيجية المناسبة استراتيجية تناسب خصائص اللعبين الفنية للوداد استراتيجية تبحث عن النقاط الضعف في الدخل سانداونز لأنه يجب أن نهاجم أيضا المباراة لا يمكن أن نركن فيها إلى الدفاع وفي ملعبنا بالتأكيد يجب أن نسجل ويجب أن نستقبل أهداف لكي نذهب إلى جنوب أفريقيا بأفضلية في الأهداف هل تتوقع نهائي مقرر عن مثل نهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد في النهاية؟ الأهلي أيضا لديهم واجهة صعبة أمام التراجي التونسي بالتأكيد هذا ممكن أن يحدث الوداد الآن في نصف النهائي الأربعة فرق في نصف النهائي لديها حظوظ متساوية في التأهل نعم سانداونز كما قلت على الورق هو الأفضل ولكن حينما يطلق الحكم صفرة 90 ديئة تتساوى الحظوظ الحالة الذهنية في ذلك اليوم التركيز في ذلك اليوم الحالة الفنية في ذلك اليوم والقدر على تنفيذ ما يطلب المضرب اللعبي هي التي سوف تحكم من يتأهله من الله نعم مباراتنا صعبة أمام سانداونز وقلت للعبين فلنكن وقعين نحن لدينا مباراة صعبة ولكن هناك تفاصيل صغيرة يمكن أن نلعب عليها كنت منذ أيام قليلة متابعا لهذه البطولة الأفريقية من الخارج ولست مدربة لأحد الفرق الأربعة ترى أن فريق سانداونز على الورق ربما تكون له الأفضلية على الوداة في المباراة الأخرى بين الأهلي والترجي من له الأفضلية ولو على الورق أيضا بالنسبة للمباراة الأهلي والترجي من الصعب أن أقدم توقعا ما لأنه الترجي لديه ثلاثة أربعة أو مباراة في البطولة المحلية لم يقدم فيها نتيجة إيجابية بينما الأهلي يتقدم إلى الأمام في البطولة المحلية وفزا بالصبر المحلي منذ أيام ولكن كل هذا لا أستطيع أن أقول أن هناك فريق أفضل من الآخر الأفضل هو الفريق الذي سوف يكون واقعيا أكثر في الملعب الفريق الذي لديه الخبرات الأعلى لحسن هذه المباراة حتى سانداونز كما قلت وإن كان هو الأفضل ولكن كل الأربعة فرق تملك نسبة حظوص 50% كنت مدربا لسيمبا وكان هناك لاعب متعلق مع سيمبا اسمه ميكي سوني انضم ليه النادي الأهلي ولم يوفق ثم طلبته مع فريق أبهى السعودي وأيضا لم يوفق وعاد مرة أخرى للنادي الأهلي كان واحد من المواهب الموجودة في القرى الأفريقية محليا ولكنه لم يقدم أي شيء للنادي الأهلي في رأيك ما هي الأسباب من الصعب أن أشرح ذلك ممكن أن يكون ألقى أقلم مع المناخ العام في الأهلي من المحتمل لأن المدرب رحل وجاء مدرب آخر ولكن أنا أظلم اقتنعا أن ميكي سوني هو لعب جيد ولديه القدرة على أن يقدم ما يفيد الفريق لديه كل الإمكانيات للنجاح ولكن للأسف مع الأهلي لم يحصل على عدد كبير من المباريات للعب الذي يقدم نفسه وفي أبهى قدم مستوى جيد في البداية ثم كان في أبهى لم تكن ضرورة مساعدة له بعد ثلاثة سبع لأنه تعرض إلى أصابة وبالتالي ابتعد لفترة عن الملاعب أفهم من ذلك أنه في المستقبل القريب ممكن تطلب ضم لفريق الوداد أفهم من ذلك أنك ممكن تطلب ضم لفريق الوداد في المستقبل القريب حتى الآن لا أستطيع أن أقول ذلك مع الوداد سوف نرى مع نهاية الموسم ما الذي نحتاجه وسوف نفكر في التدعمات الجديدة التي نحتاجها وفقا للإحتياجات الفنية لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين يمكنها أن تنهي الموسم بشكل جيد أعتقد هؤلاء اللاعبين هم أنفسهم النواء التي ستكون تكمل معنا الموسم القادم أيضا هناك خليط جيد بين لعبي الوداد ما بين خبرات ولعبين صغر في السن بالنسبة لي ليس الوقت المناسب لكي أقول من الذي سأحتاجه في الموسم القادم ومن الذي لن أحتاجه لدينا الآن الدوري المحلي في المغرب ودوري الأبطال وأنا سعيد جدا بالعمل مع هذين مجموعة من اللاعبين من المغرب في فريق الوداد المغربي لديك مشوار جيد في القارة الأفريقية مع فرق ومنتخبات وأيضا في المنطقة العربية وحتى هذه اللحظة لم تحضر إلى مصر أو تدرب أحد الفرق المصرية هل عرض عليك في الماضي تدريب أحد الفرق المصرية هل تتطلع ليه تدريب في المصر في المستقبل لا تتطلع ليه تدريب أحد الفرق المصرية في الوقت الذي لم أكن في عمل لم يكن لدي عمل كان هناك بعض الاتصالات مع بعض الأندية المصرية نعم كان هناك اتصالات والبعض عرض علي عقدا للعمل في مصر ولكن في النهاية لم أوقع وذهبت إلى المملكة العربية السعودية عملت السبعة سنوات في أفريقيا وعائلتي تقيم في المغرب وفي المغرب أخبروني أنهم بحاجة إلي فهي بلد رائع وعملت فيه من قبل وكان من السهل علي أن أتأقلم ذهنيا ومع كل شيء هناك بحكم أنني عملت في البلد من قبل عامين وأعرف كل شيء عنها سفين فاندن بروكا المدير الفني الحالي لفريق الوداد المغربية أنا بشكرك شكرا جزيعا لهذه المداخلة أول مداخلة لهذا المدير الفني الجديد لفريق الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا منافس ساندونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا طيب نكمل مع حضراتكم أخبرنا النهاردة مصدر داخل النادي الأهلي قال أن حتى الآن مفيش أي عرض رسمي وصل لحمد فتحي من الدوري القطري أو من غيره وقال المصدر أن الكلام اللي تردد مؤخرا عبارة عن كلام وكلاء فقط لكن المصدر قال لنا أن بعض الأشخاص أبلغوا النادي أن في عرض قطري هيجي النادي الأهلي في الأيام اللي جاي وأن النادي القطري مستني الأهلي بس يخلص مبارياته في دوري أبطال أفريقيا يعني ببساطة حتى هذه اللحظة لا يوجد عرض قطري وصل النادي الأهلي من أحد عندها القطرية وصل النادي الأهلي ليضم حمد فتحي ولكن في عرض بيتحضر أنه يتبعت بعد انتهاء موسم النادي الأهلي أو بمعنى أصح بعد انتهاء مشاركة النادي الأهلي الأفريقية إن شاء الله الأهلي يوصل النادي الأهلي إن شاء الله ياخدوا البطولة وبعد كده في عرض هيتقدم الأهلي بقى يوفق عليه وقتها أو يرفضه لما يجي وقتها نبقى نتكلم في هذا الأمر طيب من جانب آخر النادي الأهلي بدأ يتكلم مع رامي ربيع عشان يجدد عقده بناء على طلب من مرسل كولر الراجل موافق رامي ربيع موافق على التجديد والنادي الأهلي طبعا هو اللي عارض التجديد والاتفاق إنه العقد يبقى فيه لمدة السنتين ورامي بس الحكاية بتاعته إنه ما عندوش مانع السنتين طبعا هو عايز يبقى المقابل المالي زي لاعبي ألفية الأولى فيه النادي الأهلي هو شايف إنه ده آخر عقد بالنسبة له وبالتالي هو عايز ياخد أكبر مقابل ممكن النادي الأهلي يتفون مع رامي ربيع واحد من الأسماء الكبيرة في النادي الأهلي واللي راجل اللعب مع النادي الأهلي سنوات وسنوات والعبال اللي بتقال عليها بين قصين مخلصين يعني فالنادي الأهلي يعني لا يتعند معه في هذه المفاوضات وبيسمع منه والعكس الصحيح خلونا نشوف الأيام اللي جايفية على فكرة أنا بحتاج من رامي ربيع جدا طبعا في كثير من الناس يختلفون على مستواه هو جيد ولا مش جيد هو مفيد ولا مش مفيد مش دي الحكاية خالص أزمات أو صعوبات بيلاقيه إدى بقى عشرة من عشرة إلى تسعة إدى تمانية إدى سبعة بس بيلاقيه بيلاقيه جاهز ما بيعملش مشاكل ما بيعملش دوشة ما بيعملش أزمات هو طول الوقت جاهز فدي ميزة بصراحة برضه يعني المدربين بيبقوا حقيق عايزين اللعب اللي من نوعية دي حتى لو مش بستخدمك حساس طول الوقت لو انت ما يعدكك مش عامل لي أزمة وانت كمان عندك خبرات كبيرة هتبقى حاجة عظيمة جدا كما أشرف بشكل ودي إنه النادي الأهلي مش هيجدد عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم من الآخر كده بيبلغوا بيقولوا له شوف حالك يا بني كده كده مرس الكولار مش عايزك وابلغنا إنه هو مش عايزك مش مش عايزك عشان أنت عندك مشاكل ولكن عشان أنت مش مفيد للفريق أو مش مفيد لطريقة لعبه وبالتالي عادك يخلص آخر السنة لو حابب تشوف عرض آخر من دلوقتي ابدأ شوف ده شوف مصلحتك النادي الأهلي يحترمك وبالتالي بيقولك من بدري شوف مصلحتك وأنا بصراحة وقلت الكلام ده قبل كده معجب جدا بأيمن أشرف لعب أساسي نادي أهلي لعب أساسي منتخم مصر راجل مرس الكولار زي مدارف في العالم بيجي ممكن بلعيب كبير كده جدا وكان مهم بس هو مش حطه في اعتباراته في الخطة أو في الطريقة أو في الأسلوب قاعد عبدك استبعد من قائمة الفريق أصلا ولا نفس ولا صوت ولا أزمة ولا مشكلة أنا احترم اللعبة دي أوش احترمها جدا يعني كاب ساعة الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي خلاص سافر إلى تونس مساء الأحد من أجل الترتيب لكافة الأمور المتعلقة باستقبال باست الفريق هناك قبل مواجهة التراجي الأهلي من المفترض هيسافر خلال الساعات الساعات النهاردة السلساء ساعدة للمباراة اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية وإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي فيها إن شاء الله بكرة الزمالك هيلع فريق بروكسي في كأس مصر وقائمته لهذه الموجهة أهلي السنائي محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى في خط الدفاع حمزة المسلوسي والوينش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغاني ومحمود شباني ومحمد طارق وحاتم سكر في وسط الملعب نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روق وسيف جعفر وسيد عبدالله نمار مع أحمد بالحاج واش كبالة وبريمان أضاي ومصطفى الشربي العائد أيضا لهذه القائمة في خط الهجوم سيف الدين الجزيلي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا سامسون أكينولا احنا متشوفه بس في القائمة متشوفش أكتر من كده طيب دول أبرز اللاعبين الغيابين عن هذه المواجهة زيزو منحوا الجهاز الفني راحة من المشاركة في المباراة في زل تلاحهم المباريات الحلابي رايحوا يعني أخيرا رايحوا زيزو بصراحة أحمد فتوح بيواصل تنفيذ برنامجه التقليل للتخلص من ألام الزهر على طول أحمد فتوح عنده مشاكل يعني مشاكل في العضلات وفي الزهر وفي الرجل وكل شيء عبدالله جمعة يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية ومحمد عبدالشافي ما زال يعاني من إصابته في الرجبة نفسي محمد عبدالشافي الجواحد من أهم اللاعبين عندهم إخلاص والجولة كل شيء يعني عمر السيسي يواصل برنامج التقليل للتخلص من إصابته في الرجبة والنص المنسي يعاني من إجهاد في العضلة الضم ويحتاج للتقليل فترة ما بين 7 إلى 10 أيام أيضا عمر جابر مستبع للأسباب الفنية نفس الأمر بالنسبة لمصطفى الزناري بالمناسبة يعني أنا لست كنت أتكلم عن فتوح وعبدالشافي عبدالجومة كلهم مصابين يعني الزمنك بدأ يتحرك فعلا في ملف الزهير الآيسر وبدأ بحث الخيارات الفنية في هذا المركز في ظل اقتراب أحيل عبدالله جمع بنهاية الموسم وقرار محمد عبدالشافي المبدأي باعتزال الكورة ركز معي المبدأي عشان لسه لم يحسم أمره محمد عبدالشافي بشكل تام ولكن المبدأي هو نوي اعتزل ممكن يرجع في كلام دولة مبقاش فيه في الزمالك غير رحمة فتوح تقريبا المتاحة وبالتالي الزمالك بدأ يبحث عن ظهير أيصر آخر والزمالك بيركز على ظهير أيصر مصري وليس أجنبي وليس أجنبي طيب أخوان كالوس أسوريو المدير الفني لنادي الزمالك وعد لعب الفريق المغريبي أحمد بالحاج بالمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة خاصة أنه اللعب عارب بنية البيع فمحتاج اللعب ياخد فرصة عشان لو هيقدر الزمالك يشتريه هو وعده أنه هيبقى موجود كان هو بالحاج اشتكى لأحد مسؤول لجنة الكورة أنه ما بياخدش فرصة في اللعب ولكن أسوريو وعده أنه هيبقى موجود وهيشارك الفترة اللي جاية خبر ده قنهاركو أكتر من مرة وقراره تاني حضراركم عشان كل يوم يتم تجديد الرغبة الزمالك لديها الرغبة في عودة حمدي علاء لعب وسط الفريق المعار إلى البنك الأهلي هو شايف أنه اللاعب مميز وبيعدي مباريات مميزة مع البنك الأهلي خاصة أنه الزمالك عنده بعض الكسور في هذا المركز هذا الموسم تحديدا بعد رحيل إمام عشور عشان كده حمدي ممكن يبقى من الأوراق اللي هتفيه نادي الزمالك الموسم المجاي والزمالك مش ناوي إيجاد عرضه لالبنك الأهلي طيب اتحاد الكرة رفض العرض اللي جاله من أحدى شركات التسويق لإقامة مباراة والديا بين منتخم مصر والبرازيل في شهر يونيو واحدة واحدة إحنا عندنا عرض للاعب البرازيل في شهر يونيو ورفضناه هنا أول ما قولك كده هتسالك وتقول لي اتحاد الكرة ده أنا مش عارف إيه وبتاع بس بصراحة اللي جاي ده يخليني أقبل وفي نفس الوقت هتحفظ على حاجة مهمة هقولك إيه الحكاية إيه إن الشركة شركة التسويق ده قالت لاتحاد الكرة المصري حضرتك هتتحمل 150 ألف دولار للمنتخب البرازيلي يعني تدفعهم عشان إقامة ومصاريف المنتخب البرازيلي وإحنا كشركة هنتحمل 150 ألف دولار أخر فبصراحة ده كلام مرفوض ومنتخب مصر ده منتخب كبير فلما يروح يلعب وما يدفعش وياخد فلوس كمان تمام؟ تمام ده ده الكلام اللي لازم يتقل في هذا الموقف طيب هاي المشكلة فين؟ مشكلة إنك ما بتعزز نفسك إنك ما بتعرفش تعمل براند كويس إنك في رأيي يعني تسويقياً مع منتخب مصر ما زبطته الصح كده كده تقدر تروح تلعب بجباهريتك الكبيرة باسمك الكبير تلعب مع منتخب البرازيلي وتاخد فلوس مش تدفع ده عايزك تدفع ده لو اعتبرنا مثلاً إنه المنتخب هيروح وما يطلعش كسبان من المطش دوت حاجة مش ممكن تعدي كسبان فلوس يعني كده كده هتكسب مواجهة البرازيلي بس تدفع ده ده هزار أكيد يعني عشان كده تتحدي الكرة خيراً فعل إنه يرفض هذا الأمر مرفوض طبعاً منتخب مصر ما يدفعش عشان يلعب مباراوط دي عيب يعني بس نفس الوقت تفوت تشتغل بقى على تسويق المنتج بتاعك تسويق المنتخب مصر فيه تفاصيل كتيرة جداً الناس اللي بيشتغلوا في الماركتينج بيبقوا فهمينها إزاي تعرف تبيع المنتج بتاعك بشكل كويس إزاي تعرف تعمله عشان دي مش حاجة سهلة دي مش حاجة سهلة وفي نفس الوقت مش حاجة صعبة يعني طيب معنا عبر الهاتف النهار النهاردة إلكتراوري الحمد لله الحمد لله ظهر بس لما ظهر ظهر بقصة اللي تكتبت يعني لسه هسأل فازها الأمر تكتب كوميديا شوية قالك أنا كنت عايزة أريح شوية أو كنت عايزة أعود مع نفسي شوية يعني طرفين إلكتراوري كان تغيب عن مران إنبي حوالي 10 أو 11 يوم وحاجة غريبة بدون أسباب وإنبي حاول يتواصل معه كنا كان معنا الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إيمبي وقالنا إنهم ما معرفوش يوصلوا له لما ظهر أنا كنت عايزة أعود مع نفسي شوية طبعا الكلام نا بيبتعدش فائعك في المكان في العالم يعني منفعش أصلا الجملة نفسها مش متركبة صح بس نفهم أكتر لعلة وعسى يكون اللي قرينا النهاردة في تفاصيل أكتر مع الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إيمبي أكبتن محمد مش عرفني ومنورني وحمد الله على سلامة إيرك تراوري ربنا بارك فيك يا كريم يا حبيب الله يسلمك الحمد لله رب العالمين الموقف كله لو تسمح لي يعني عبسي من إيرك تراوري أنا مش فائع يعني حراكي شرح لي أكتر هو إيرك تراوري تغيب ليه ولما رجع قالوك بس بالزبط والله عشان أقولك هو تغيب ليه أنا هو طول الموسم زي ما قلت لك قبل كده كريم هو لا أولا إيرك مش بيد انتبعات فنية مع ثلاث مدربين فنين عدوا يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وكل واحد فيه كان بيحاول يستفاد من إيرك تراوري لأنه لعبته وهو في ميكانياته ولعبت جامد جدا بس ما قدروش يرجعوا إيرك اللي احنا عارفينه يعني أنا بتكلم فنيا طبعا إنما هو طبعا التصرف اللي عمله يعني الناس كلها بتتكلم على حتة إنه هو تغيب تسع تيام أنا شاف إن الموضوع ده أقل وطأ من إنه سيب الملعب ويمشي والماتشي شغال ماتشي أسوان يعني أنا قلت الموضوع ده إنه هو في ماتشي أسوان سبب الموضوع إنه هو ماتشي أسوان كان احتياطي وجينا نغيره وكان في آخر تغيير كان هو اللي هينزي يعني تقريبا فما لنا ساب الماتشي وخاءه ودخل قط اللف فكان تويد ده كان طبع يعني كان بعدها أجسل عيب طبعا حركة غريبة جدا وخاصة من لعب مختار فبناء أنا عليك أنه هنتعابل للطبيعي يعني طب تعال عشان أنت محاول التحقيق بعد الأجسل عيد قفل تلفوناتو خالص مش عارفين نوصل له اللي أنا حكيته قبل كده طبعا المهم إن مبارح بالليل فتح تلفون وتواصل بقى مع اللي هو مسؤول شؤون لعيبة الأجانب يعني عندنا في النادي وقال له أنتو الإعلام يعني منازل لنا هربان أنا مش هربان أنا غير عادي بس أنا حابي بعض مع نفسي شوية يعني تعلن قال كده فأنا بالنسبالي بس يا كريم عاي يقول لك على حاجة أنه هو كون إنه نتطمنت إنه هو ما فيش مشكلة كتيرة ديرة يا حتمي الطبيعي بقى يتعامل معا اللي هو من نادي اللاعب إيه أخصأ في اتحق النادي يعني فده كان هممني جدا إنه ما يحصلش فيه مشكلة لأنه في النهاية برضو العيب أجنابي ومحسوبة على نادي في التوقيت الحالي فكان هممني إنه تبقى الأمور عادية إنما هو طبعا الكلام اللي قاله ده فعلا قال كده أنا بقى خلاص هنبتدي هو جاي بكرة إن شاء الله عشان هيتحقق معاه لإنه كان عندنا ماتش الكاس النهاردة فهو جاي بكرة إن شاء الله يعني أنا مرضيتش أجيبه بقى النهاردة لإنه ماتش الكاس إحنا مش خطين جاي بكرة بقى هيتحقق معاه وهنشوف أنت هي يصفر معاه لإيه لإنه طبعا يعني يعني كلاعب كرة أخطأ خطأين جاسمين ما بيحصلوش هقولك فين يعني ما بيحصلوش في أي حتة في العالم طيب على ضوء الموقف ده وعلى ضوء المستوى الفني المتراجع اللي بيقدمه مع الفريق من أول الموسم هل ممكن نشوف نتيجة لده إنه نادي أمبي يقطع أعارة اللعب هو 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 تحديدا تقريبا الأعرى تقريبا خلصي خلص في الموسم يعني هو إحنا جايبينه سنة خلاص يعني كده كده الموسم خلص يعني عشان تقطع أعارته أنت مش كسبان حاجة في الموضوع يعني 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 لو لسه أقولك الموسم أنت بتكلم ستبع أسابية ولا حاجة لفضلين هيخلصوا بالكتير على نص ستة ولا حاجة فالموسم أصلا خلص يعني صحيح آه يعني يعني إحنا حتى السؤال أعتقد أن هو هل ممكن إحنا نفكر أن إحنا نجدد لإيريك أعتقد لا يعني طولا نحيدا آه مش هينفع لا مش هينفع لأنه والله يا كريم يعني هو هو أنا بكلمك بأمانة هو إيريك صعبان عليا لأن أنا إيريك من اللعيبة مميزة جدا مميز جدا والله العظيم اللعيب مميز جدا بس واضح أنه هو آه صار واضح أنه عنده مشكلة ما صحيح يعني واضح أنه هو فيه مشكلة وأنا مش قادر أوصل لها أو إن بما قادرش يوصل لها في الحقيقة يعني صحيح إنما لو رجعت يا كريم لآخر موسم ليه بيراميز آه كان نفس القصر لو قابل ما جنة طبعا نفس القصر ما كانش بيلعب صحيح خالص كده عن الفريق قالوا لي إيريك تراوري عنده مشاكل زهنية عنده يعني فيه حاجات شغلاة فيه مش فيه مشاكل عنده غير الكورة الضبط دي حقيق فواضح أنه ده من بدر يعني آه دي حقيق دي حقيق صحيح كابتن محمد إسماعيل فضل لا ده الموضوع اللي بقولك عليه يعني فالحمد الله الحمد لله حمد الله على السلام إن إحنا فطمنا عليه ده أهم حاجة ده أهم حاجة كابتن محمد إسماعيل الكابتن ميمي عبد الرازق المديل فني الجديد للنادي المصري يا كابتن ميمي أخبار حضرتك إيه وحشنا جدا وقالف مبروك حبيبي أخبار حضرتك وحشنا جدا أه يا فندم حراك معي كابتن ميمي معي أه يا فندم أنا سمع حضرتك حراك سمعني أه سمع كابتن كابتن ألف مليون مبروك الفوز النهاردة على بترول أسيوت كان فيها معاكسة كده في الأول وفجأ بهدف أشفقت عليك في لحظة بس قدر المصري على طول يلمل موضوع الحمد لله الرجل الرجل بتاع الأول دول أنا شرح أرضك بس متع قوي قوي بيرمي قوي لكل قوي وقدت مركز عليها بس قال له حقا الله لا بس المصري النهاردة عمل مباراة محترمة وقدر ما نخلقها كابتن كريم وحديد شادع تنزلات محضرتك أنت دايماً يا كابتن ميمي تيجي المصري في المواقف الصعبة يعني دايماً دا بين كوسين مهمة إنقاذ المصري أو مهمة الإنقاذ الأوضاع أو الأداء في الفريق في المصري لحد يهمت بقى كابتن ميمي والله يا كابتن كريم مش لحد أنت أنت رجل الحمد لله إعلام كبير وعمل درمانك كبير والله ما بجمعك أنا رجل فحالي ورجل الحمد لله أستاذ دكتور في الجامعة كابتن كريم من الأسبوعين اللي فاتهم كنت بحاضر لخيرة مجردين مصري ومحترمين جداً في الرخصة يعني عمقبة كابتن علي مار وكابتن أحمد الكاس لدرجة سمنت جيب جهاز كوي يعني جبت كابتن أحمد الكاس في يوم في ساعتين جبت كابتن محمد معوض وكابتن خالق يا الله مدرد رسالة عبرمت الحمد لله وقلت لهم إحنا كلنا يد واحدة فيش حاجة ممدر فني ومدرب ومساعد مدرب صحيح بس إحنا بنقعد ونشتغل مع بعض والتنقش مع بعض ده الإسلوب هو ده إسلوب العامل الناجع النهاردة الجهاز حضرتك في أي فرقة في بره بتاع حوالي 30 متى واحدة فأنا كابتن كريم أنا طبعاً تحت أمر النادي لما طلب مني أول موضوع ده كان أنت عالك كان تملي في سموحة صحيح لدرجة المواصلة نهائي كاسموح صحيح خلتت ملك مع مقشل سمالك فأنا أنا تحت أمر النادي في الموكر يوم أسطلبت مني بدلت شارفة أوقات خدت بعضي وسافر إسكندرية سبرتي يوم مرمت الفرقة الوحدة صحيح قال لي باكتن يوم الفرقة الكلام ده لسه بدرس الموكر فأنا المواطسي كان عالك زوجة لأنه برضو بحترم فرقة بطول الأسوط فرقة كريسة جداً 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 إنما فرقة تعيبة جداً يعني كلهم عصب صروط واللعبين وإخلوح طيب كابتن ميمي عايز سألك عايز سألك على النادي المصري بشكل عام من بداية الموسم لو تفتكر وإنت كنت بقى متابع من برة المصري واحد من أكتر الفرق اللي في الدولة الموسم ده عملوا صفقات وصفقات مميزة فريق كان عنده في البداية استقرار مالي جيد ما كانش فيه ما يمنع إنه المصري أو ما كانش فيه حاجة تخلي المصري يوصل لهذه المرحلة من العكوسات والنتائج السلبية لكن اللي أقل من توقعات جماهير بورسايد هو قدتل يا جسد هو تقنع لك أي حد في مصر أي حد يعرف مرة خذ مرة من كلمة أي حد يعرف جاري أي حد يعرف يعمل أربعة أثنين أي حد بالمرة ما بيتمش التمرين دلوقتي علم هنا حاجة العلاقة زي ما أنت قلت لك احنا أي حاجة التدريب عبارة عن حاجة مكملة دخل فيها علم النفس لسه مرة تغذية ودخل فيها تحليل الأداء ودخل فيها مدارة الأحيانات للعلاقة أنا بسيطة ما أعرفش يعني لا يوجد دعو بالواجئة دوا أنا بس إنجم كنت عايق على المستوى فالسؤال بصراحة اللي بات كيف تتعطون خط من خوالك لها المشيين فالسؤال موضوع أنا المكان كابتن مهم عليش السؤال السود بس مش واضح يبدو أن المكان يتواف فيه ما في الشمكة كويس تفضل يا حبيب تفضل يا حبيب تفضل كده السود بقى واضح عسنا شوية أنا رجل مش شغل معي وفي حاجة عندي كده أي حدي بيجي بس واضح كده حي كابتن ميمي أنا أتمنى لك أتمنى لك توصل بالسلامة وأكيد إنها مدخلة لاحقة بإذن الله بس الطريق يبدو أن الشبكة فيه سود مش واضح خالص أنا مش أدرس معك لحظي السيء كابتن ميمي عبد الرازي المدير الفني المحترم للنادي المصري طيب في خبر جلنا دلوقتي خاص لي رقم 10 كابتن حماد عبد الباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك قال لنا إن النادي قرر إقالة الأسباني مانيو جراندا المدير الفني لفريق اليد بعد خسارة كأس السوبة الأفريقي أمام النادي الأهلي وتعيين الكابتن أحمد رمضان هتلر مدربا مؤقتا للفريق خلال بطولة كأس الكبوس الأفريقية ومعه إهاب محسن ومدرب مساعد وإحنا قلنا الحظاتكم بارح النادي الزمالك بصدد أو في اتجاه لإقالة المدرب وتعيين الكابتن هتلر بديلا له في كأس الكبوس الأفريقية الخبر الآن بشكل رسمي رسمي نحن نسى بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني وينوارني الكابتن الكبير كابتن أحمد كشر ينجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأزبق خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى ضيف عزيز زي كالعادة واحمل أكتر الضيوف بصراحة الله بشكل شخصي باستمتع بوجوده وأكيد حضراتكم كمان بتستمتعوا بوجوده الكابتن الكبير كابتن أحمد كشري كابتن أحمد مشرف ومنور وحشني جد حبيبي يا كريم ربنا خليك أنا اللي سعيد إن أنا معاك النهار ده أخبرك إيه والله الحمد لله أمورك كويسة الحمد لله قلنا الدنيا زبطت وكابتن أحمد أخيرا رجعتني نورنا في الدولة المصرية ودرب كبير وكل فرقة لك بصمة فيها حلوة صحيح كنت دايما بتواجه صعوبات مع فرق هي أصلا بتواجه صعوبات بس بتقدر تشتغل وتتميز قلنا أمبي فكرة حلوان وبتشتغل مع أمبي عمل اسم كبير في الكرة المصرية سنوات المضايا مسبت رجله في الدورة المصرية وقلنا الأمور هتبقى مستقرة ليه حصل أكوسات لا وطبعا نادي أمبي نادي كبير وكنت يعني بماني النفس إن أنا مسك نادي عنده إمكانيات طبعا وروحت نادي أمبي بس روحت نادي أمبي في وقت كان بيغير جلده بالكامل يعني أتخيل إن أنت داخل عليك 18 لعب جديد ويمشي من عندك أهم 3 لعب أفرق اللي كانوا عاملين شكل الفرق اللي هو محمود جاد مصطفى شلبي أبوك وبيتجيب 18 لعب من مستوات مختلفة فيهم حوالي 4-5 لعب أدرجة تانية فبالتالي أنت كنت محتاجت شوية وقت عشان الفرقة يبقى لي أي مكان بيبقى داخل علي الناس جديدة بيبقى محتاج وقت إنت إسمك بتمني فرقة جديدة بيشو أخذ فرقة وبتكمل معاها وبعدين داخلنا في مباريات كبيرة من البداية بيرمتز أول مباراة تعادلنا مع بيرمتز وبعدين بعديها جيش كان رابع الدوري وبعدين المصري وبعدين الزمالك وبعدين البنك الأهلي فأنت بتتكلم في فرق يعني فرق كويسة ومستقرة قدرت تعادل مع بيرمتز قدرت تعادل مع زمالك مع زمالك مركز في البطولة بيرمتز في البداية كان بيلعب أفريقيا جاهز عني وعملنا عليه مباراة بيرة ورجعنا في المباراة والبنك الأهلي في بداية الموسم برضو كان فرقة قيلة جدا وفرقة صعبة وكسبناها فبدأنا يعني مباراة صعبة جدا والنتايج كانت يعني معقولة أحسن من طبيعية بالضبط معقولة أحسن من طبيعية يعني أنت عمي عليش يا متلعب الزمالك في بداية موسم طبيعي الزمالك من الزمالك أو بيرمتز أفضل منك يعني منطقي بالمناسبة حتى على مستوى التشكيلة ما البنك الأهلي أفضل منك بحكم التدامات اللي عملها عنده سكواد عالي جدا وعنده لعيبة كويسة وبعدين أنت بتلعبه في بداية موسم يعني يمكن مباراتنا من المبارات اللي هزته لما خسر كسبت البنك الأهلي كل مباراة بتسجل فيها يعني لعبنا مع فرق تقيلة وصعبة وأنا لسه الفرقة بتاعتي اللي اكتملت الانسجام بنا ومع ذلك اللي كان بيتفرق طبعا الناس كانت شايفها إحنا من أفضل فرقة في الدور كان بتلعب كرة وكرة هجومية يعني مش عايز أقولك كنا أفضل من الفرقة الكبيرة اللي بتنافس طيب أنا هقطعك أنا آسف لا لا سمعنا واحد هتبقى مفصول برضو أنك تطمن عليه يعني واحد من أهم لعابي منتخب مصر الكرة اليد واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة اليد المصرية وتاريخ النادي الآلي فيه كرة اليد مبارا حوقع قلوبنا جميعا الكابتن الكبير كابتن علي زين تطمن عليه يا كابتن علي مشرف ومنور أخبارك إيه أعليك تطمن عليك انت مبارا حوقعت قلوبنا يعني الناس كلها جميع النادي الآلي كلها فرحانة بالفوز بالسوبر وفي نفس الوقت زعلنين عليك جدا ومغضونين عليك جدا وبالتأكيد حبينا نتطمن عليك طبعا براحة بيك وحبك كنا كسر طبعا حبيبك كتب عليك الحمزة طبعا أنا مقصر مبارا كما نتبقى ومنزل الفريق ده كان الأهم يعني بصباحه بحي تبصد جدا المقصر مبارا ده والأجواء الجميل اللي في جامعير وقعبك أجواء كتبينة جدا من نزل بطراحة والنهر بالنزل الحمد لله على كل شيء يعني قضاء خاصة من قضاء النقطة مش مش حاجة كبيرة الحمد لله حاجة يعني يعني أقل من اللي كنت ممكن أكون كنت خايفين الحمد لله فحاكوة انت مبارا لما وقعت ومسكت رجبتك أنا تخضيت خض أنا وفت بصراحة ما كانش رجبتي أنا أكيد أنت عارفين لو حد يجي مثلا في أي عدلة بيحس لحد خبطه في ظهر أو خبطه في العدلة أنا فقع أنا كنت فاكر حد خبطني في ظهر فبصد طريق ما قدش حد عرفت الحمد لله عرفو ذي شيء بصراحة الحمد لله جات سليمة وأنت خلاص انت كده بشتلح يا نادي الأهلي في كأس الكووس مظبوط أو إن شاء الله بوكرا عمل عشاعة تانية عشان اتأكد ومفروض اللي جدوها جاية تلا بقى عشاعة تانية بوضع عشان اتأكد اشوف الموضوع ممكن اعمل شو عمقيم وكده ان شاء الله هتحاول نعمل واحد اعمل اللي انا عليه ونشوف يعني ان شاء الله ان شاء الله اعكيد الناس في رومانيا يكلموك تطمينو عليك مزبوط انا يعني انا جهور مواتش كانوا بقى كلم كده ويضرب من الصمم ورحب باي يعني يعني طبعا خبصنا فيه من بلاد عشان سيزن مزيد يصنق شوية سبعة هي تلي باستة فورسة اين في واحد فورسة بلاقوية ويعمل الكابري وكده وخصوان السيزن ده كان طويل جدا لان احنا في السيزن ده كان طويل جدا لان احنا في السيزن اللي فيهاد ده ما كناش رايحنا كلعية منتحك كلنا عشان خاطر الارتوط افريكا وبحر متوسط والسيزن اللي يدوك عن الانبيات فاحنا احنا طبعا يعني ده تاريك سيزن هنا ما انا رايحش سيزن فطبعاً الموضوع يجهاد كبير جداً يعني وده الانيرك دي يعني مفهوم هل هينفع تبقى موجود مع النادي الالي في كاس العامل عندني ولا ده هيبقى صعب خطوطها للأسف لعيب كبير واحد من أحسن اللعيب اللي شوفتها في كرة اليد لا لا يعني لو رجع تاني ولا حاجة يعني يا ريت عنا هتكلم معا من أهم كمان اللعيب اللي احترف في فرق ده دراج اللي احترف في برشلونة ما شاء الله عليه لا والدور الروماني على فكرة دور القوي في الهندبور لا هو ما شاء الله علي زين من اللعيب المؤسرين جداً مع منتخب مصر واللي دايماً بيصنعوا الفارق ويعني كنت مبسوط ان هو بيلعب مع النادي الالي اكيد فرقة الالي بوجوده قدة الفريق كوة وهو العيب كبير بس الاصابة انا كنت عايز اعرف بس الاصابة مازي في السمان احنا يعني ايه تخد لها شوية وقت هو مرح الدكتور قال لنا دكتور الفريق قال لنا محتاجة ثلاثة اسابية وصعب يلحق بس الوقت يقول لي ممكن ياريت بس انا اعرف المازي في السمانة بيبقى اطول شوية من كده اه جات لي قبل كده اصابة السمانة المازي بالذات بتاخد شوية وقت فنتمنى ان هي يكون بسيطة لان طبعا كل مازي بيختلف من الدرجات بتاعته كام ملي الاصابة او يعني بتتحدد اصابة حجمات دي فنتمنى تكون حاجة بسيطة يعني ويبقى موجود يفر كتير مع النادي الاهلي طيب في حظ الاهلي هو حشلين هو جاب علي زين عشان كاس السوبر واخده اعارة يعني من الفريق الروماني كاس السوبر وكاس الكوس هو يدوبك لعب نص السوبر وجات له الاصابة ومش يلحق غالبا يعني يعني هو طبعا حظه حشل اللعب والنادي الاهلي بالتأكيد لو ايه النادي الاهلي كانت بستنيها هو اهم حاجة سلامته طبعا لعب كبير انا بحبه جدا على يعني كلاعب مميز او بستمتع لان انا من هوات الكورتليات جدا اه يعني بتابع كويس او وعارف اللعيبة وعارف وهم بيمتعونا كمنتخب مصر كمان حاجة محترمة وصنعوا تاريخ لمصر وعلى المستوى العالمي بوجود علي زين مع الاهلي كمان في البطولة دي ادها قوة وان كان الاهلي حقق المراد وكسب لكن احنا يعني نتمنى انه هو ان شاء الله يلحق لو قدر انه يلحق كاس العالم تبقى ان شاء الله يا رب تبقى كويس ان شاء الله نرجع تاني الامبي اه معاك نرجع تاني الامبي احنا وصلنا لمرحلة انه انت زي كنت بتبني فريق وزي بتحقق نتائج جاية ده دي الا علاقة انتهت لا اه طبعا انا في حاجات من البداية اكون صريح معاك ما كانتش عجباني يعني في البداية يعني نادي امبي نادي كبير لكن لما تجي تخش فريق في بداية موسم وعندك فرصة انك تجيب لعيبة وما بتجيبش اللعيبة انت اللي ما بتختارش اللعيبة دي تبقى مشكلة فانا صممت على بعض اللعيب كبتن علي احنا لعيز يتكلم كبتن علي احنا باك مرة اخرى كبتن علي احنا لما اعطيت الخطة لقاللي انا اعيز اتكلم مع كبتن علي فكبتن احمد ليك كلام دلوقتي كبتن احمد زي حاجة كبتن احمد وبتشرف مصر واضافة للنادي الالي واضافة للمنتخب. وان شاء الله صابتك دي بازن الله تبقى يعني بسيطة ونشوفك تاني في الملاعب لان انت يعني احد النجوم اللي بتشرفنا على المستوى العالمي. فمبروك مرة تانية فوزك بالبطولة مع النادي الالي. ربنا اخذ الحلالك والله شكرا عن الكلمة الجميل ده. يا كابتن عديد فضل. لا بضع حلالك شكرا عن الكلمة الجميل ده والله يعني الحمد لله والله مرح يعني يعني باللي حصل بس اهم انا كنا كنا كشبنا البطولة. فده كان يعني غطي على اي حياة بصراحة. صحيح. طيب تتواقع ان شاء الله النادي الالي في بطولة كاس الكوس وبعدها ان شاء الله كاس العالم للاندايا. عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة وفي الاسطاف في كل اللعنة. هم ان شاء الله على قد المسئولية. وده كان باين جدا في مواتش مبارح. من مدادة المواتش لحد اخر المواتش. فانو مواتش كتير جدا ان هم حلقة جدا جدا. شاء الله. انا شايف بصراحة اللعيبة انا ما اصلتش في اي حاجة مبتأسرش من اول في حد بقتي. صحيح. اللعنة بتحاول تطلع مية في مية بتاعتها. صحيح. وماشي عال نظام معين وبتحترم النظام ده. ومتنها هي حاجة مش سهلة اللي انت يبقى عندك نظام جديد. مدرب جديد. وتمشي عال نظام خاصة ان الناس هممكن يكون في الدولة مصر كيان ده تانية ما تبقاش ماشي عال سيستم معين بيجو. اللعب بيبقى فيه يعني تقعد او نازل كوه المباراة. انت تبقى ماشي عال سيستم كلا او نظام بترعب بيه وتحاول تتكنه طول الماتش. ده حاجة مش سهلة. اللي يجب صراحة عملت عليها مية في المية. ولا يجب صراحة مشارفة جدا يعني. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيملوا حاجة كويسة جدا ويجابية في السلطة والان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هل ممكن نشوفك مع النادي الالي في كاس عامل عندي او او ده ممكن يبقى صعب. كاس عامل عندي بصراحة يبقى الروز بتاع الكونين بتاعت الاتحاية الدولية خعبة جدا بالنسبالي. المفهول ان انا بحلعب السنة جاية مع دينا في بخارس. وهلعب معهم مبسوط اوروبا. ما ينفعش ابقى متسجل مع فرقة من او روبا فى او روبا وارعب مع فرقة ثانية. اه ان شاء عندي انا انا جيت الموزن ده عشان خطر ان احنا كنا خلاص خلطنا بتاعت او روبا. فا لاتعتبن عن اهل اه الموزن ده ما ينفعش ارجع تانية وفي او روبا لان انا خلاص قولت احنا خلطنا بتاعت او روبا. فالسيزن جديد فبعد جديد بقى فارده جدا بصراحة. لا يعني انا والنادي الأهلي أكيد كان نفسه وجميع النادي الأهلي مية في المية كان نفسه يعني أنا متأكد أنه جميع النادي الأهلي كان فرحمة جداً بوجودك يعني آه والله يواني فرحمة جداً لهم على الفرحمين بمودي ومبرح زي ما بتلك الأجواء كانت حبية جداً الواحد بقاله والسنين ملعبش بالأجواء دي والواحد كان مقصود جداً بيها وخصصاً مع المكسب وأنا يا خمارة عبت أهلي وزمالك كان في صراحة النادي الأهلي حوالي 2019 وعشر من زماني عودي صحيح بصراحة أجواء جميلة جداً وحاجة ما كنت تصفش بصراحة أتمنى لك يا رب بكل التوفيق ونشوفك بقى وراي مع منتخب مصر بما أنه مش نحق نشوفك تاني مع النادي الأهلي في الفترة القريبة دي وأتمنى لك كل التوفيق وبالتأكيد للسلامة كابتن علي زين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في الدين من بو خرست واحد من أهم الأسماء اللي جاد في تاريخ كرة اليد المصرية بشكرك شكراً جزيلاً أنك تمنتنا على حالتك وإن شاء الله الأمور تتحسن في القريب العاجل محترم وجميل ومهزب جداً بس للأسف مش لعم على ألف كسامنا لايب كبير طبعاً لايب كبير كنا تمنى طيب نرجع تاني هنخلص إيم بيديو لأ دريحة لسه عندنا حكايات مشيت عشان تبا كتشعجبك حاجات من الأول خاص لا مشيت عشان مش عاجبني حاجات لا أنا بقولك كان في حاجات معاقات في البداية اختيار اللعيبة كان من اختيار النادي طبعاً النادي إيم بيجيب لعيبة كويسة وبيختاروا لعيبة كويسة لكن كل مدرب ليه فكره وأنا لما أتكلمت معهم قالت لهم لا أنا عايز أجيب اللعبة اللي تناسب من أنا تناسب أسلوب لعبي فكان النادي جايب قبل ما ناجي جايب عشر لعيبة وخلصت عقد معهم وجي الفترة التانية جاب لعيبة تانية في لعيبة أنا أصريت إن هي تيجي وممكن لعيب اللي أصريت إن هو يجي رفيق كابو ورفيق كابو زي ما أنت شايف واحد من أفضل اللعبين لما يخلون أفضل في الدور المصر كله ومن هدفين الدوري ما كانش حد يعني في حساباته رفيق خالص وخاصة إنه كان بلعب درجة تانية كمان مع ودي دجلة وصممت إن هو يجي وأصريت إن اللاعب ده أنا عايزه لإن أسلوبه هيتناسب معي والحمد لله جي ونجح مع الفريق وطبعاً اللعبة التانية أتكلم في 18 لعب كتير فيهم حوالي خمس لعبة درجة تانية منهم لعبة لعبهم معي ممكن أطعق أطفل معلش أنت راجل عنيت مع فرق كتير تمام ودائماً كنت تستلم المهمة في الأواخر عشان مهمة إنقاذ دائماً يتقال كده كتير في مهمة إنقاذ فريق فلاني دلوقتي أنت مستلم فرقة من أول الموسم ليه ما اشتردتش وليه ما صممتش يا جماعة العيبة اللي هتخش أنا اللي أخترها يا جماعة العيبة اللي تجيب أنا اللي هجيبها أنا مش عايزة تحط تاني في نفس المعادلة اللي أنا كنت دائماً بخشها العيبة أنا مخترهاش ليه بلت أو استحملت إنك تخش نفس المعاناة مرة أخرى بصة كريم أكون صريح معاك يعني أنا دي أمي من الأندية كبيرة وأنا توقعت إن الأمور تبقى يعني إيه زي ما أنا عايز اللي أنا عايز أنفزه مع فرقة وأعمل بها نتائج بالتالي أنا عايز لعيبة اللي تناسبني هم كانوا جايبين عشر لعيبة ووقت الدوري كان وقت داية جداً فضت أعداد ولما دخلت مع الفريق كانوا في تفاوضات مع لعيبة لعيبة كويسة لكن أنا كنت بماني للنفس إن أنا أجيب لعيبة بمواصفات معينة فالنادي ليه وجهة نظر إنه هو الفترة اللي قابلي مع مدرب من المدربين مدرب كبير ده كلام اللي تقال من الرئيس النادي مانك حوش في النادي والمدرب ما كانش وفاقه معهم فمش معنى إنه إختيار المدرب مثلاً لقابلي يبقى أنا ما تدينيش الحق إن أنا أجيب لعيبة بتاعتي فبالتالي الكلام ده كان وإحنا شغالين لدرجة إن أنا كنت خلاص فاضل على الدوري كام يوم وكان لسه في حوالي تم اللعبة موجوش جنب في آخر يوم اللي هو منهم رفيق كابو إيريك وعبد العاطي وكريم الطيب جنب في الآخر مع بعض اللعيبة اللي دخلت برضو كانت موجودة ما عندهاش خبرات قابليها في مجموعة لعيبة كانت صغيرة عايزة وقت يعني الثمنتاشر دول الثمنتاشر اللعب في مراكز أو في لعيبة محتاجة وقت مش هينفع السنة دي تبقى يعني ستنتج تلعب أساسي مع الفريق فطبع الحاجات دي أنا قلتها قلت لهم أنا مش عايز اللعيبة يعني أنا عايز أختار اللعيبة بتاعتي فحصل يعني ما أن النادي جاب بعض اللعيبة ودي أنا بعاتي بنفس عليها لأن مش عاملها تاني لأن ساعات أنت بتحسب على فاتورة مش بتاعتك ساعات أنت بتعمل حاجات فأنت في أين بحسبت على فاتورة مش بتاعتك آه بالضبط يعني أنا كنت لجيبت لعيب خاصة أن أنا جيبت لعيب واحد النهاردة هو نجمل فرقة والحمد لله يمكن بيتقال علي أن أنا عناية كويسة في اللعيبة فأنا جيبت لك لعيب النهاردة هو نجمل الأول بتاع الفريق يعني هداف الفريق كل ماتش بيسجلك فما خدش المساحة أن أنا أجيبي اللعيبة اللي أنا عايزة آه كان ناس بياخدوا رأيي الأمانة عشان برضو ما نظلمهمش بس كنت بمن النفس في لعيبة كنت بقول على لعيبة بس اللعيبة دي ما كانش يبتيجي آه لو كان بيحط لك ثلاث خيارات فأنت بتقول واحد اتنين أنا عايزهم والثالث ده يعني ممكن يمشي فيجيب لك الثالث فأنا مش عايز يعني أتكلم طبعا يعني برضو اللعيبة اللي جات لعيبة كويسة وبعدين دي مش برضو المشكلة يعني أنا بدأت مع أمبي آه رغم كل الزب دي أنت مشيت كويس طبعا مشيت أعتبر كويس يعني معلش أنت بتتكلم في فرقة ما تغير جلدها بالكامل فرقة كانت بتعتمد على أبوك ومصطفى شلبي طب لما أنت مشيت بقى قالوا لك أنت ماشي ليه؟ لا مش شرط أنا مش مستني إنهم ما يقولولي لا يعني مش بقعد مع المداري بقوله والله احنا الظروف بتاعت الفريق النتائج أو أصل بس لا أكيد بص أكيد النتائج طبعا يعني أنا في الآخر كان عندي مبارتين كنت كسبت البنك الأهلي وبعديها لعبت حرس الحدود الفريق كان ما كانش في يوم وفي اليوم ده في حرس الحدود ومع ذلك كنا قارب المكسب بتعدنا فبرضو يعني أنت مجمع من ماتشنا أربع نقاط أربع نقاط كويسين في المبارتين لفريق أمبي دخلت بعدها بلعب المقولين العرب فرقة محترمة جدا بدأت المباراة في أول ربع ساعة أنا جايب جنين في المقولين وجايب جن ملغي وجايب كورتين في العرضة عامل جيم يعني وان سايت جيم فطبعا لو أنت كسبان 2-0 جاي أول كورنا للمقولين تقريبا كورة سابتة جات جون من خطأ مش عايز أقول أخطأ مين لكن هي أخطأ فردية جاي فاول نفس الخطأ فردي من لاعب الجيم فدل ماشي كده وجيم ماشي 2-2 في آخر المباراة جالهم فاول برة 18 من على الجنب لعيب طلع ضرب الكورة بالبوكس في سابقة يعني غريبة برضو خطأ فردي فالتلات أخطأ فردية من من تلات كورة سابتة ولكن الجيم احنا كنا عاملين جيم كبير جدا تبدأ يعني أنا بدي على فرق معظم الفرق مسجل فيها أنا مسجل في المسألة في البنك اللي هي لتلات أهداف في أول 17 دقيقة مسجل في المقاولين اتصدمت بعديها بمبارات الإسماعيلي على ملعبنا في أول تقريبا تلات دقايق الإسماعيلي جاب جون يعني المباراة كلها بقت في اتجاه الإسماعيلي وان صايا جيم لينا ضيعنا كتير اتطرد مني لعيب اتحسب عليها بيلين جيب نجون يعني هما اتحسب بيلين جابوا النتيجة طلعت اتنين واحد مش عايزة أقول كمان ان كان في اليوم ده كان فيه تأثير مش عايزة أتكلم في التحكيم بس يعني كان تعالى في ظروف الإسماعيلي فبس دي كانت آخر مباراة ليا انت بتتكلم في كم مباراة كان فيه تأثير من التحكيم ولا تأثير من اللاعبين لا يعني المباراة يعني مش عايزة أتكلم لا خلاص انا فهمت يعني عشان معتش يازعلي يعني باتطرد مني اتنين اللاعبة في المباراة وتحسب عليها بيلين مش بيلين بس اللاعبة من ناحية تانية هل اه طبعا المباراة دي كان يعني الهدف الأولاني جي من كرة لعبة من وراء محمد حمدي باكليفت محترم جدا وممكن انا لعبته لعب صغير موليد 2003 بيلعب مع الفريق عمل معي مباراة كويس قوي هو السبب في ان احنا نرجع في مباراة الزمالك وبيراميدز لكن كان طبعا اللاعب الصغير لما بيلعب على مدار اكتر من مباراة لازم بيغلط بيتعلم برضو صحيح فكان فيه كرة لعبت لكن هو لعب ما شاء الله وممكن ما كانش حد في حساباته وفقين باننا لعب لعبة صغرين هو لعب واجاد فوارد الكرة بقى فيها اخطاء مش بقول ان ان مثلا خطاء لاعب اه انا اللي بتحمل بس فيه اخطاء فردية وكان فيه مراكز ما جاتش كان لازم تيجي مراكز معينة يعني مثلا في حراسة المرمى كان لازم يجي جون مع البلعوطي يشيل معاه لا ما جاش مع البلعوطي لما كنت موجود جي جون يعني اصغر من البلعوطي ومش هيلعب عليه فالبلعوطي كان بيلعب الجون الاوحد كان بلعوطي بيلعب ومحمود جاد بيلعب كانوا بيحصل فيه تبادل بينهم بزبط في مين محمود جاد وبلعوطي لسان انا ما كان بيلعب بلعوطي واللي جوان اللي اتنين اللي معاه صغيرين مش هيتكابوا عليه فبالتالي حتى لو البلعوطي بيبقى مش موفق ما بتفكرش كتير في اللي بعده لكن في يناير هم دعموا جابوا حرس مرمى انا في بداية الموسم ما كانش فيه حرس مرمى مع البلعوطي في بداية الموسم طبعا الحاجات دي يعني انا مكنش عايز اتكلم انت دخلتني في امبي كتير وانا ساكت لكن هم طبعا انا ساكتة لتفاتفة لا 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 اي انا دي امبي طبعا الناس محترمة وانا اي تجربة ببقى مبسوط بيا لاني انا بستفاد منها اي ان كان نجحت او منجحتش لكن في امبي انا مخدش وقتي ومخدش بصراحة يعني الناس ما كانوش في داري للاخر لاني ما لعبت كم مباراة تمام مباريات وانت كان فارق بيني وبين خمس ست فرق نقطة اطلع المركز السادس عارف انا فتحت موضوع امي ده دي في الاول اه انت خليتنا اتكلم لي انا اتش عايز اتكلم في حاجة اتكلمك بصراحة خلاص بقى يعني ولو بني اوفاهم طبعا طبعا بس هكلمك بصراحة دايما وده رأي البولو فوشكو في ظهرك ان انت راجل مدرب كبير وكل تجربة بتاخدها بتشتغلها بصعوبات كبيرة جدا وبصراحة كنت فرحان جدا بتجربة امبي ليك في الاول انه امبي نادي محترم وهي بداية الموسم عددا ما كنتش بتبدأ مع فرق كتير بداية الموسم فبتبقى لدني عذاب فتصورت انه يلا فرصة بقى كابتل احمد يشتغل الشغل اللي هو بيحبه وينجح اكتر في الدوري الممتاز فانا بشكل شخصي شايف انه دايما عندك او غالبا يعني بيبقى عندك سوق حظ بشكل او باخر في موضوع التدريب في الدوري المصري وبتمنى دايما انه يبقى الامور فيها حظ جيد شوية لا الحمد لله والله ليه يعني انا كلم على سور حظ في التجربة ليه تجارب كلها الحمد لله انا شايفها يعني يعني ممكن يكون زي ما انت بتقول كده في بعض المواقف لكن انا ممسكت اصوان مثلا اصوان كان مسكت فريق اعمالنا نتائج كان الناس في الشارع بتقول لي احنا بنستنى مفرط اصوان بالأخص انا ما بقول سوق حظ ما بقولش سوق نتائج لا 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 انا بتكلم انه انت يبقى نفسك تمسك فرقة من اول الموسم فرقة فيها تدريبات انا بأعايز اتعمل مع ناس يا كريم يعني ايه ماينفعش تقول ان انا ما بفهمش في الكورة وتدخل في الكورة بس يعني اظن ارسلت واضح شكرا خلاص بس يعني الناس اللي بتتفرج اكيد فهم اه واعتقد ان بعدها الكابت اطلعت يوسف نفس المشاكل قال انا نفس الكلام اللي انا عانيت منه هو الراجل يعني في نفس الموقف ساب الفريق ومش لاني شاف حاجات مش يعني هتأثر على الفريق لكن نادي امبي انا كنت عارف النادي امبي هيقض ويقض بشكل كويس عنده مجموعة لعبة كويسة بس كان محتاج وقت بس طبيعا يا حليس امكمين هذا الحوار الممتع كالعادة مع الكابتن الكبير كابتن احمد كشري بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا حليس امكمين هذا الحوار مع الكابتن الكبير كابتن احمد كشري انا باهدي بالعافية والله لا انا هدي والله فيه روح للنادي الالي يلا ايه رأيك في النادي الالي في الفترة الاخيرة على مستوى المطرات البيحاء على مستوى الوصول الناس في نهاية دولة ابطالة افراقية على مستوى التحسن النتائج بشكل كبير السؤال العام الاول بقى اخش في التفاصيل لا النادي الالي نادي كبير كريم وده طبيعي للنادي الالي انه هو بياخد بطولات لما بيوصل للفاينال في اي بطولة بيبقى يعني النادي الالي ايا كان بطولة افريقيا بطولة كاس الاهلي يعني عنده مقاومات البطولة من زمان يعني اجيال واجيال كلها بتسلم بعضية النادي الاهلي نادي عريق ونادي كبير ونادي عنده مقاومات البطولة دايما فالنادي الأهلي أنه يحصل على بطولة الكاس السوبر أو أي بطولة بشارك فيه أو كاس النادي الأهلي يعني استحق ذلك لأنه عنده إدارة محترمة جدا إدارة ملتزمة إدارة بتشتغل بس عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده جهاز فني محترم جدا عنده جماهير مش موجودة في العالم بحجم النادي الأهلي وحبهم لي يعشقهم للنادي الأهلي فبالتالي يعني لا النادي الأهلي فعلا في مصر النادي الأهلي يعني في حتة تانية دي حقيقة يعني مش تحيز النادي الأهلي عشان العبت في النادي الأهلي تاريخ بيقول كده البطولات بتقول كده المواقف بتقول كده الحاجات اللي بنشوفها من النادي الأهلي كل سنة حتى لو هو بيعاني بتقولي النادي الأهلي يستحق البطولات اللي بيأخذوا أكتر من كده فألف من اليوم مبروك النادي الآلي على البطولة وكلنا سعداء إن لما الأهلي بياخد بطولة يعني وإن شاء الله إن شاء الله بطولة أفريكا بإذن الله كل نادي الآلي إيه رأيك فيه مرسي الكولر وأداءه مع النادي الآلي حتى هذه اللحظة الفترة اللي قعدنا مع النادي الآلي وحن نتكلم تقريبا 39 مباراة لعبهم مع النادي الآلي شايف الراجل ثبت أجدامه ثبت طريقته وصل للمرحلة بتاعت البيك في المستوى لا أمان الراجل ماشي كويس جدا مع النادي الآلي الراجل خلاص حفظ اللعيبة بقى ليه أسلوب معين حتى وإنت قاعد ممكن تبع عرف تغييراته لإنه هو خلاص يعني زي بناقول ساستم أموره مدرب شخصية واضح إنه شخصية كويسة وهادي وبيدير المباراة كويس جدا أدار المباريات بعض المحاديدين والمدربين بيقول لك مشكلة مارسل كوروين بيعمل روتيشن كتير أنت كنت شايف دي مشكلة لا مع النادي الآلي مع النادي الآلي مختلف شوية عن بعض الاندية النادي الآلي محتاج الروتيشن ده لإنه بيلعب في أكتر من بطولة بيلعب دوري أفريقيا وأنت شايف السفريات والمبارات قريبة جدا بيلعب بيرجع ما بيريحش بيلعب دوري مصري مبارات يعني النادي الآلي كلما تفتح التلفزيون تلاقيه بيلعب حلوة دي يعني أكتر فرقة بتلعب في الموسم من النادي الآلي فبالتالي الراجل لازم يغير اللعيبة لازم يعمل روتيشن في اللعيبة خاصة النوع يعني النادي الآلي عنده كوالتي لعيبة كويس وكلهم مستواتهم قريبة جدا من بعض لما بيجي يلعب في الخط الأمامي مثلا أو نص الملعب بصرف النظر من السلاسي بتوع نص الملعب ومن السلاسي الهجوم بيلعبه ما بتفرقش كتير فإذا الراجل يعني بيعمل الصح ووصل لعيبة أن كلهم مستواتهم قريبة من بعضهم لا أنا شايف أنه هو مش كواس جدا وبالذات في أفريقيا مباراة الرجاء أدارها بامتياز وكنت مبسوط قوي لإني أنا بعض أتفرج عن مدرب كمدرب مش كمشاجع فراح مباراة الرجاء في المغرب أدارها يعني قبل المباراة أنا كنت بتكلم مع ناس أصدقائي بقولهم يعني أتمنكم من يعمل في المباراة كده ورايح هلعب فرقة طبيعي أن هي هتنزل في بداية المباراة مع جمهورها مع ملعبها مع ظروفها أن هي عايز تكسب هتبقى ضغطة وعايزة تلعب كور عرضية كتير هو أفل لها أهم من مفاتيح اللعب عندها الخطوط هو أفل الجنبيل لدرجة أنه علم علول ومحمد آني 80 دقيقة ما بيزدوش بس كل كور اللي بتيجي على النادي الآلي كلها طولية يعني حتى العرضية من بعيد وكانت كلها من نصيب ياسر إبراهيم اللي أنا يعني بقوله وأشدت جدا بيه وبقوله أنه هو فكره عالي جدا لأنه لعب ياسر إبراهيم المباراة دي لأن المباراة هتمحتاجة ياسر جنبي محمد عبد منيو واخدين كل الكور العالية مفيش خطورة كلها كور هوائية والنادي الآلي متمركز كويس وعمل كسافة عددية وبيلعب أنه هو يخطف الشوت الأول مثلا في هجمة مرتدة أو أفنش الشوت الأول وأنا النتيجة صفر صفر ودل حصل الشوت الثاني النادي الآلي في آخر ربع ساعة لقينا محمد آني زاد علم علول بقى بيزيد وكنا نقدر نجيب جون لإني هو سير المبارزة معايزة مش معنى أن أنا راح ألعب الرجاء هناك الناس تقول لك لا أنا راح أكسب الرجاء ماشي أنا نادي الآلي كله بس ده وافع اللي عند الفرق لقدامك إصرار الفريق ممكن تتصدم منه يجي فيك جون بدري هو مش عايز نفس الوقت هي مش فرق صغيرة ده الرجاء طبعا فرق كويسة ورق على ما لعبه كمان وبعدين احنا عارفين الفرق المغربية بالذات الرجاء والوداد بيلعبوا الكور العالية أو الكور العرضية مميزين جدا فيها الكور السابتة مميزين فيها فالآله أفله دي لما أفلها النادي الآلي أفل خطوط بتاعته وعمل كسافة في العمق ما بقاش فيه خطورة الرجاء ملوش في المباراة الممكن لفرصة وإنت ليك فرستين تعرفها كابتن أحمد الرجاء إحصائية يعني عملوا كم كورة عرضية سواء سابتة أو متحلقة في المباراة كتير 48 كور كتير لك كلها من نصيب مين لأهلي بس يبقى تفوق ونجاح كبير يبقى إذن الرجل يشتغل على المباراة لما تيجي تلعب فرقة بالنوعية دي يبقى بتحضر لها فريد تحليل معاك بتفرج بتوري اللعيبة في الفيديو الفرقة دي ايه بتشتغل من ايه بتعمل كورسطوب بتاعتها من ايه يبقى احنا لازم نقفل كذا لازم نقفل لهم اللجناب عشان الفرقة دي أميز حاجة عندهم الكورة العرضية يبقى أنا خلي وهو لعب كده كلا مثلا محمد ياني وخلي أليو ديانج يميل عليه في نص الملعب وقدامه بيرستاو النحاة التانية كان حمدي فتحي وكان علي معلوله وقدامه حسين الشحات أعطاك فبالتالي قفل الخطوط كلها لعب بتلات ديفندرات فلات قفل خطوطه قدر المباراة أنا كنت مبسوط جدا من قدرات المباراة في الآخر انت نتيجة مباراتين انت مش رايح مثلا خسران هنا ولا متعدل عايز تكسر انت عايز تخرج توصل للسيمي فاينال بعدية أو تفوز بالمباراة فالراجل أظهر المباراة كويس جدا لا بالعكس ولازم تعمل كده ولازم تبقى يعني برضو ما تجهدش لعبها زي دي على لزوم أنا ممكن في المباراة دي أضغط بس أضغط أقسم المباراة زي ما هو عمل في مباراة أبدأها أضغط من قدام دي المباراة اللي أنا عايز أفاجئ الفرق لقدامي خاصة لو لسه النتيجة لكن أنا كذبها يتنين صفر فمش محتاج أعمل ضغط عالي أنا محتاج أعمل الضغط في الآخر خلاص هو في آخر المباراة طبيعي بيتوتر وقع بدنيا الجري كتير وبيقع وبيبقى مستعجل فهيغلط أكتر ففي الضغط في الوقت ده تنجح فيه صحيح عكس بداية المباراة تدي له مساحات لا مارسيكورة يتعلم الدرس في أفريقيا يعني لو تفتكر مباراة سانداونز هو عمل زي ما تقول كده المباراة اللي هناك ضغط عالي من أول دي وما حطش في اعتباره أن المباراة الأفريقية في الخارج بتبقى محتاجة شوية حرص لو تفتكر حتى في كاس عامل أندية نازل يضغط ريال مدريد عادي ونازل يضغط فلمينجو عادي ما كانش فارق معي يعني لو لك أنا أعمل أي حاج اتعلم الدرس اتعلم الدرس مع النادي الأهلي وظروف اللعبة في أفريقيا تحديدنا أو حتى على المستوى الكبير أنه ما فيش مانع النادي الأهلي بكل تواضع يدافع ويبقى حريص دفاعيا بشك فيه اتزان حتى في الشيوت التاني بص سؤالك ده زكي جدا وكان نفسي أن أنت تتسألوني يا ربي خاليك كلر في مباراة سانداونز يمكن دي المباراة اللي أنا زعلت فيها طب لأن قبل المباراة أنا حسيت كان فيه مباراة في الدوري وكانت قريبة جدا حسيت أنه مدرس فريق سانداونز كويس عشان تضغط على سانداونز وانت بتضغط على سانداونز لازم خط الدار ونص الملعب يزوقوا ورا اللعيبة ما يبقاش فيه مساحة في العمق للأسف في المباراة دي كان فيه ضغط من فوق عالي وكان فيه فجوة بين نص الملعب وبين المواجمين فكنا بنتضرب من نص الملعب وهم لعب الكورة خماسي دي منطيتهم لعب الكورة زي لعب الكورة الخماسي بيقفوا على الكورة فهو الضغط كان ممكن ينجح لو أنت ضام بلعبتك على بعض يعني كان لازم خط الضهر يزوق مع نص الملعب عشان يبقى الضغط دايما هنا ما فيه مش مساحة أن اللعب يستلم لكن كان فيه فجوة شوية فبالتالي أنا شايف أنه هو المباراة دي تعلم منها رغم الخصوصة هتعلم منها كتير واشتغل بعد كده على مباراة الرجاء كويس جدا وعلى مباراة الهلال السوداني نهاية كاس ودام برامز والسوبر ودام برامز أنا حسيته أنه المباراة بتاع سانداونز كانت فارقة برافع عليك وإحنا زي ما بنقول للراجل اللي ماشي كويس جدا آه كانت فيه مباراة اللي هي بتاع سانداونز وعمل هناك مباراة كويسة معهم فيما لعبهم فريق سانداونز من الفرق اللي أنا وجهت نظري يعني لو لعبت معهم لازم تقسم معهم المباراة يعني فريق سانداونز عنده مشكلة في خط الظهر مشكلة كبيرة إنه هو عايز يبدأ الهجمة من حرس المرمى وخط الظهر وخط الظهر عنده فيه بط وانت عندك لعبة سرعة الضغط عشان أعمل الضغط لازم أكون محفظ كل لاعب من فرقتي مين بيضغط ومين بيضغط في أخذ الراجل التاني والمسافات بتبقى ديه وشغل في الملعب لكن الراجل من الأسف برضه معذور إنه ما عندهوش وقت للترينج يعني التمرين يعني الوقت ديق يعني فيه مباراة مثلا ما تيجي تلعبها أحيانا بتشرحها على الفيديو وتنزل ملعب يا دوب تمرين خفيف ما بتلحقش تعمل لكن مباراة سانداونز لو اشتغل تكتيكي عليه مع الفريق ده كويس صدقني النادي الأهلي يكسبها مش بصعوبة لأنه هم عندهم زي ما عندهم مميزات عندهم أخطاء قبل سانداونز أنت على فرض إن شاء الله الأهل يصعد لنهاية هذه البطولة إن شاء الله بإذنها هل عندك أو واصق إنه النادي الأهلي يتخطى الترجي؟ آه النادي الأهلي يحسم الترجي بكتير فريق الترجي مش هو الترجي بتاع زمان آه عندهم بط شوية في التعامل مع الكورة آه فريق الترجي يمكن عنده خبرات خبرات أفريكا زي النادي الأهلي لكن لو تبص لكوالة اللعيبة والسرعات اللي في الملعب والنواحي المهارية موجودة في النادي الأهلي فإذا المباراة دي التكتيكي هيفرق جدا في المباراة فعلى ده النوع عندهم صعوبات كبيرة هما خاصناهم آخر مباراتين في الدولة قدام الأفريكا والسفاكسي المباراة اللي جاية في رادس تأكيد لعيبت في تونس كتير المباراة اللي جاية في رادس من غير جماهيره الكافة عقبهم من غير جماهيره فهيلعب كمان من غير جماهيره اللي هي بتديله قوة كبيرة ففي كذا حاجة تخلي الأمور ماشي لصلاح الأهلي إن شاء الله بص يعني أنا مش خايف من الترجي خالص يعني طبعا كورة وري فيها حاجات بس النادي الأهلي لأ أقوى من الترجي النادي الأهلي أفضل من الترجي حالته الفنية والمعنوية أعلى الأهلي يقدر أنه يفوز على الترجي هناك لابن المباراة المباراة اللي في تونس إن شاء الله يوم الجمهر تقدر تكسب الترجي هناك خاصة أنه عندك سرعات هو عنده خط الضار برضه بطيء جدا عندهم يعني الرتمي بتاعهم هادي يزداد على اللزوم شوية أنا بتفرج على الترجي كتير لا النادي الأهلي عنده نوعية لعبة كمان تفرق معاه عندك كهرباء عندك حسين الشحات عندك أحبال عبقادر عندك بيرستاو مميزين جدا عندك ميزة تانية عالية جدا كورة سابتة بقيت مميز فيها محمد عبد منعم هايل فيها متولي مميز في كورة العرضية الكورة السابتة حمد فتحي من اللعبة اللي بتكمل كويس قوي في الكورة السابتة وفي التكملة عندك مروان عطية اللي ما شاء الله حيو بمناسبة مروان عطية ناكنت الساعة هيلك في لعب يعني بعض اللاعبين في النادي الأهلي يسألك عنهم لوحدهم هقولك الاسم ونتك كلم عنه براحة ماشي أول واحد اللي انت قولت الله ده مروان عطية لا مروان عطية اختصر سنتين ثلاثة في النادي الأهلي انه هو اندمج بسرعة لعيب النادي الأهلي كان محتاجه لعيب مميز عنده شخصية ده شخصية الاندية الكبيرة اللي هو بيخش ما بيخافش لان اللعب في النادي الأهلي صعب جدا لعيب عنده شخصيته وعنده قرار في الملعب فيه ميزة كويسة قوي ما بيحلقش بيضغط عنده ميزة كويسة قوي تانية بيشوت بيشوت كتير احنا مفتقدين الديفندر اللي بيشوت في مصر يمكن عشان يعني أكون صريح معك امام عشور هو آخر واحد بيلعب على بيشوت على المرمى امام عشور ده كان آخر واحد من ايام حسن عبد الرب بالزبط وما فيش حد تاني يعني امام هو اللي جي كده في النص يعني امام كان اللي ميزه علامة عن ناتزة ملك الفترة خلانه بيشوت مرم بيشوت حتى لو هو اتدقة لسه لكن بيحاول لما بتحاول يعني فيه مثلا يقول لك يعني اصنع حظك بنفسك يعني حاول كل ما بتحاول هتجيب جون لكن ما بتحاولش مش هتجيب فهو بيحاول لعيب مقتهج جدا لعيب مميز بقى من اهم العناصر يكفي انه هو بقى رقم واحد في نص الملعب في النادي القالي على اسماء كبيرة وعلى لعيبة كبيرة او في وسط لعيبة كبيرة ده مرة انا اعطيها حمدي فتحي بيتس موسيماني كان يستخدم حمدي فتحي كمدافع ثالث ويطأ لك حمدي فتحي ويبدع في هذا المركز الراجل مارسي كورر اصبح يخلي حمدي فتحي في بعض الكرات وكأنه مهاجم ثاني يعني من اقصى الشمال لأقصى الجنوب حمدي فتحي بص حمدي فتحي انت قلت متكامل في نص الملعب يقدر يلعب ستة يقدر يلعب تمانية ويزيد يقدر يلعب سرد باك يعني من اللعيبة حتى لو انت عايز تلعبه باك في يوم الايام بك رايت يقدر يلعبها حمدي فتحي الراجل كورر عمل حاجة كويسة قوي ودي ممكن انا بحبه في شغلي اللي هو الهاف اللي بيجي من الحركة وبيتحرك بدون كرة ده بيبقى اخطر من اللعب اللي بتحرك بالكرة فهو دايما بيسرق اللعيبة بيروحوا بتتحطيلوا لما بيشتغل عليها بتلاقيه متواجد في الثمانتاشر على طول بيلعب دماء كويس بيعرف سجل لجيب جون فحمدي فتحي من اللعيبة ايه تيك تيكي اللي انت ما تقدرش تستغن عنه انا شايف انه اهم لاعب تيك تيكيا في نص الملعب حمدي فتحي مع النادي الآن عظيم هسأل الكابتين احمد كوشري عن كهربا بعد هذا الفاصل خليكم يعلم بحضراتكم مرة اخرى سألت الكابتين احمد كوشري عن كهربا انا بقوله الاسماء هو اللي بيكمل الكرام كهربا لا كهربا يعني عامل حالة غير طبيعية يعني لعيب يبعد الوقت ده كله ويرجع بالشكل ده لا يبقى يبقى كهربا كان مركز وكان مستعده كويس وربنا بيكافؤه من مباراة للتانية بيبقى مؤسر بيبقى هو صاحب الجون هو صاحب ضربة الجزاء هو لا كهربا لعيب خطير خطير يعني حل ازمة الهجوم في النادي الاهلي او لا تشايف لسه الاهلي عطبة ازمة في الهجوم؟ لا الوقت الحالي حللة الامانة يعني راجل بيسجل في كل مباراة لكن احنا بنقول على ان شاء الله المصب الجديد ضروري ان يبقى فيه مهاجم تسعة في النادي الاهلي صريح من نوعية مهاجم تسعة تسعة بقى لو شوليته تسعة اه اه واتمنى يكون لعب افريقي مميز ليه؟ لازم يبقى عندك الميكس التغيير يعني يكونوا مختلفين انا من يعني ما بحبش اللعبة اللي شابه بعض في اي بركز حتى لو سرد باكين ما بقوش الاثنين هجامين بس ما بقوش الاثنين لعب الكرة بس لازم بقى فيه واحد كده قوي والتاني عائل المهاجم لازم بقى فيه مهاجم يعني انت تحب بالمناسبة يعني انت تحب سنايات محمد عبد المنعم وياسر بريم عن سنايات محمد عبد المنعم ومحمود متولي اه انا فهمتك كده اه اه احب مختلفين شوار ايو ايو احب ياسر بريم مع عبد المنعم اه 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 هل تتعني على عبد المنعم ولا تكلم عليه بارد؟ خليني في كهربا الأول لو خلاص كهربا خش على عبد المنعم ينطر ماشي يعني كهربا لعيب كبير زي ما احنا قلنا عبد المنعم من ولادي النادي وممكن أنا مرنته في النادي الآلي لعيب متميز جدا أحسن لعب في مصر أحسن لعب في مصر في الصناعيات أي لعب يشتغل معا واحد ضد واحد محمد عبد المنعم يعني تقريبا ما بعديش محمد عبد المنعم أفضل لعب وأحسن سردباك في مصر حاليا بلا منازه هو نقصوا حاجة واحدة بس أتمنى يكون سامعني يعني ما يتعلاش شوية عكرة يعني بيعمل واحدة في كل مباراة المتشاط اللي فات الحمد لله يعني ليه لأن عب منعم مش مطلوب منك المهارة والكرة معاك أنت مطلوب منك تسلم الكرة السهلة ممكن أتناقش معك في ديها كابتل أحمد أتناقش معك فيها لو تسمع أه تفضل كتير قوي كتير على فاكرة بمعظم ديوف اللي بيقوله نفس اللي رايح بطول ده يعني واضح أن كل حضراتكم خبراء الكرة واغدين نرأيكم في هذا الإطار بس أنا بسراحة برضو كمشاهد كرة بالكتير ما شفتش مدافع عنده ثقة في نفسه يعني لما كرة تجيله بيقف عليها بيتحرك ما بيخافش ويرح مطلع الكرة ويرح مطفشها زي المتفعين اللي بتشوفهم في أوروبا عشان كنا حتى أنا جيت قلت طب كما عملنا كوالة لاعب يلعب في أوروبا عادي جدا يمكن عشان مش متعودين على مدافعين شبه دول يعني دايما موغدين على مدافع اللي بياخدوا كرة تاكلينج إرمي في أي حتة وخلاص هو بس عشان يمكن عشان مدينا أتيتيوت إنه هو وصف من نفسه ولكنه مش مغرور لا أنا مش بكلم في الجزئية دي بالعكس هو عنه ثقة في نفسه جدا وثقة مهمة بس ساعات بتبقى زيادة مع المدافع ما تنفعش بيجي في بعض المباريات مثلا يعني أخد له مثلا 4-5 مباريات لازم يروح مباصي واحدة للمهاجم عايز يعمل كرة عرضية مش مطلوب من أنا الكرة يعني السردباج دا بتقوله السهل أكتر من السهل اللي في وشك بتلعب له محمد عبد مينعم ساعات بيجود بيجود في اللعبة عايز يعني يديها شكل عايز يعمل حاجة باصة اللي أنا مش هتطلع أي حاجة انت مش هتعمل أسست يعني فهمني يعني دي حاجات صغيرة دي بتبقى ثقة زيدة شوية لكن مش معنى كده أني بيقول لا طب هو بيمسكه بيعديه بيلفه لا أنا بتكلم في ما يحسش ب ما يعلاش على الكرة شوية عشان خطأ المدافع غير خطأ المهاجم خطأ هو ما حدش هيغطيه لكن المهاجم أو لعب خط النص فيه وراء لعيبة لكن خطأ هو هيتجبه جالبا هيبقى ممكن بس أنا أصدف دي لكن هو لا لا هو أنا بقول لك أحسن لعب أحسن سردباك في مصر مميز جدا في الكور العالية أفضل سردباك في الكور العالية كمان الكور المشتركة وخد بالك منها جدا في الصناعيات أحسن واحد في مصر بيعملها عظيم فبالتالي لعيب كبير آخر اسمه أسألك عنه أفشا أفشا يعني أفشا لعيب كبير ولعيب قد ندل أهل كتير وهدفه كانت مؤسرة مع النادل آلي بس أفشا محتاج أنه يرجع أفشا بتاع زمان محتاج يعني أنا شايفه الفترة اللي فاتت بيشتغل على نفسه أنه بيدافع وبيعمل حاجات كويس ممكن يكون الراجل طالب منه دي وما كانش بيعملها بس أفشا برضو الحتة الدفاعية مع الحتة الفنية اللي قدام يعني أفشا كان بيوصل لعيبة كتير بيلعب على المرمى عنده ثقة في نفسه يعني أفشا المستوى السنة دي أقل من السنة عشان ما بيشاركش كتير مش ممكن ده يكون ليه دور لما كان بيشارك المستوى يعني هو أفشا تأثر فترة بتاعة مدرب المنتخب كيروش تأثر جامد محمد شريف خد شوية وقته وبعدين يعني رجع للمستوى لكن أفشا ممكن يلعب وقته قليل بس بمؤثر الناس لحد النهاردة بتنادي بأفشا في أي وقت في المباراة حتى لو بتنتقدوا حتى لو هي شايفة أنه هو مش أفشا ليه لأنه هو الحلول عنده هو مزود بس لكن يظل أفشا لعيب كبير لعيب أهدافهم على الآلة تاريخية يعني أنا بحبه جدا جدا وبحب اللعب المياري دايما وإن شاء الله الفترة الجاية أفشا يبقى أفضل يعني ومحتاج بس المستوى يرجع شوية أفشا اللي احنا عارفينه في المباراة الجاية كابتل أحمد دايما الحوار ممتع معاك ودايما ما باش عايزه يخلص بصراحة بس هو الأسف بيخلص يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتل أحمد أنا بشكر في الوقت بيخلص معاك والله حظي وحش لا 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 حظي أنا سعيد أني أنا معاك والله يا كريم وفعلا أنت يعني إعلامي محترم وجميل وفعلا أنا بتشرف أني أنا بكون معاك كابتل أحمد شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 شكرا جزيلا